الانقسام الذي ساد صفوف نواب سنة الثامن من آذار مما ننضو تحت اسم اللقاء التشاوري حول الاسم المقترح كممثل لهم في الحكومة جرى ضبطه وعليه باتت العراقي للحكومية مفترض من الماضي اجتماعات تكثفت في الساعات الأخيرة في مؤشر على إنجاز كل إجراءات التأليف وفي منزل النائب فيصل كرامي المقر المعتمد لاجتماع أعضاء اللقاء التشاوري كرامي أكد باسمهم أن الحكومة يمكن أن تولد بعد ساعة واحدة إذا صفت نوايا المعنيين واعتبر أن جواد عدرة رجل مناسب وجيد لتمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة المقبلة نحن قدمنا أربع أسمان وهم في عهد الفقامة الرئيس واحد منهم هو الأستاذ جواد عدرة إذا وافق فقامة الرئيس يصبح جواد عدرة هو ممثل اللقاء التشاوري في الحكومة الوحدة الوطنية حصرة أو جواد عدرة أو من يختار فقامة الرئيس اجتماع ثاني كان من المفترض أن يعقد بين أعضاء اللقاء وجواد عدرة بحسب ما أعلن النائب عبد الرحيم مراد إلا أن عدرة لم ينضم إلى الاجتماع الذي بقي بعيدا عن الإعلام ليخرج بعدها أعضاء اللقاء بالتأكيد على حصرية تمثيلهم بمن يوزر موضوع جواد أو غيره من الأسماء التي رفعناها لفقامة الرئيس الاكتفاء بالبيان بأن يكون هذا الاسم ممثلا حصريا للقاء التشاوري وأكد النائب قاسم هاشم أن المبادرة لم تفشل وأن الاجتماعات مفتوحة إلا أن ما طرأ في الساعات الأخيرة ولا نعرف ما هي الظروف التي لم تفرج عن الحكومة اشتركوا في القناة